دونالد ترامب الشخص الأكثر جدلية في وقتنا الراهن تسلم سيد البيت الأبيض مهماته بعدما سبقته توقعات من حول العالم لشكل سياسات الرجل الخارجية كان للرئيس الأمريكي الخامس والأربعين أراء متناقضة مع سلفه باراك أوباما واضح جدا أن ترامب يسعى للتقارب مع روسيا وانتهاج سياسة تعتمد التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الأمر الذي تجلى في العديد من خطابات الرجل وتغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي في المقابل ينطفض ترامب على المنافس الاقتصادي لواشنطن الصين التي ينتهج ضدها نهجا عدائيا وصل إلى تعابير خارجة عن السياق الدبلوماسي حينما وصف الرجل الصين بأنها تغتصب أمريكا اقتصاديا من خلال التلاعب بالعملاء أما بالنسبة إلى الشرق الأوسط فيختلف الرئيس الأمريكي على نحو تام مع سلفه في شأن الفلسطيني الإسرائيلي ترامب وعد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتواعد في الوقت نفسه منظمة الأمم المتحدة على خلفية قراراتها ضد الأبيب فيما ينظر ترامب إلى الأزمة في سوريا من منظار الإرهاب حيث التحدث عن أولوية محاربته له بالتعاون مع موسكو بعيدا عن العمل ضد الحكومة السورية التي يعدها جزءا من الذين يقاتلون الإرهاب العالمي تقارب سياسات ترامب من روسيا لم ينعكس على إيران فالرئيس الخامس والأربعون يرى في الاتفاق النووي خطأا تاريخيا ارتكبته إدارة أوباما وعيدا بأن تصحح إدارته ذاك الخطأ النظرة نفسها انسحبت على اتفاق واشنطن مع كوبا على رفع العقوبات حلف النيتو من جهته لم يسلم من انتقادات ترامب منظمة عفى عنها الزمن يقول ترامب الذي يرى أن واشنطن تتحمل أعباءها المالية في المقابل كان الموقف إيجابيا من بريطانيا هي مواقف متشابكة ومتعددة تضلل دونالد ترامب مع بداية مرحلة حكمه للولايات المتحدة سياسة خارجية غامضة تتسم بالإيجابية حينا وبالسلبية أحيانا أخرى فيما على دول العالم أن تتعايش مع أربع سنوات قد تكون مثيرة ستقطع فيها شك تنفيذ ترامب لتصريحته بيقين أفعاله خلال فترة رئاسته